موسيقى السلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من السوديوهات سهيل والبداية بأبرز العناوين موسيقى الحادي والعشرين من سبتمبر يوم النكبة المشؤوم الذي رهنت فيه ميليشيا الحوثي اليمن بيد إيران موسيقى خطباء المساجد يؤكدون على ضرورة التمسك بقيم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والمحافظة على مكتسباتها الوطنية موسيقى تفاصيل الأنباية استهلها بسم الله الرحمن الرحيم قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيرياني إن الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 هو يوم النكبة المشؤوم الذي رهنت فيه اليمن بيد إيران مشروعها التوسعي في المنطقة لتقود البلد إلى أسوأ انتكاسة في تاريخها القديم والحديث والمعاصر وأوضح وزير الإعلام في تصريح صحفي أن ميليشيا الحوثي عمدت منذ انقلابها على إنتاج الحروب والأزمات والمآسي والتشضي والانقسام ومارست أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان كما ونوعا وأشار وزير الإعلام إلى أن ميليشيا الحوثي سلبت من اليمنيين أرواحهم وأمنهم وغذاءهم وحاضرهم ومزقت نسيجهم الاجتماعي المتماسك وأكد وزير الإعلام أن هذه الذكرى المشؤومة تأتي هذا العام بعد أن أدرك اليمنيون حقيقة ميليشيا الحوثي باعتبارها أبشع وأقبح جماعة في التاريخ وبأنها لا تمتلك أي مشروع سوى الموت والدمار والخراب وأعرض وزير الإعلام تفاؤله بحالة المقاومة والرفض الشعبي المتنامي للمشروع الحوثي الفارسي جاءت نكبة الحادي والعشرين من سبتمبر متأبطة الشر لكل اليمنيين الأحرار الرافضين للكهنوت والخرافة والعنصرية ونالت العاصمة صنعاء قصطا وافرا من الحقد والانتقام الحوثي في محاولة بائسة لطمس وهد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وهدم مكتسباتها نتابع ما الذي يفعله الحوثيون في صنعاء وبها بعد نكبة الحادي والعشرين سؤال جوابه في كل مشهد شاهد في العاصمة السبتمبرية العاصمة التي لم ينس لها عشاق العبودية مبغض الثورة السبتمبرية كسرها لحصار السبعين وتوهجها انتصارا لثورة اليمنيين فعادوا ليثأروا من ثأرها منهم فهم لم ينسوا ثأرها من استعبادهم لها ولسكانها لم ينسوا أن يوم ثأرها ظل خالدا يتفاخر به أبناؤها وكل الجمهوريين المغرمين بها وثأرتي يا صنعاء رفعت رؤوسنا بعد انكسار أخرجت من ظلماتك الحبلاء عاصير النهار فأتى كما شاءت إرادات المنا وهج انتصار يوما نقدسه ونرضعه أمانين الكبار يوما سيبقى خالد الساعات موصول الفخار عاد الموتورون بالثأر لينتقموا من عاصمة الثائرين وجاءوا بيوم النكبة الحادي والعشرين ليغطوا اليوم الخالد موصول الفخار يوم السادس والعشرين ومن منطلق الثأر والانتقام والكراهية الخمينية التي تتجاوز أحقاد كل إمام يتحرك الحوثيون في صنعاء باعتبارهم عصابة إذلال وجبة أموال ومصاص دماء يتحركون انتقاما من إنسانها وبنائها وكل ما فيها ويريدون طمس كل معلم وعلامة سبتمبرية جمهورية فيها غير أن ما لا يعلمه خفافيش الظلام عشاق الركوع بين يدي مزعوم سيد وإمام أن لصنعاء ولليمن كلها أحفاد لأبطال السادس والعشرين يتوثبون في عمق صنعاء ومن خارجها لتطهيرها وغدا سيغني لهم التاريخ كما غنى لآبائهم من قبل سلمت أياديهم بناة الفجر عشاق الكرامة الباذلين نفوسهم لله في ليل القيامة وضعوا الرؤوس على الأكف ومزقوا وجه الإمامة صنعوا ضحى سبتمبر الغالي لنهضتنا علامة خرجوا فلم تيبس على أفواههم شمس ابتسامة يتمردون على الظلام ويبسقون هنا نظامة عبر عدد من اليمنيين عن استيائهم لما حدث في الحادي والعشرين من سبتمبر من انقلاب متواصل بحق الشعب اليمني ومؤسسات الدولة وما تبع ذلك من وقائع ومجريات ذاق فيها الشعب وإلى الانقلاب الحوثي بشتى صنوفه المزيد في الاستطلاع التالي طبعاً الانقلاب 21 سبتمبر أثر بشكل كبير على حياة المواطن وعلى الدولة بشكل عام أدى إلى تقريف مؤسسات الدولة أدى إلى توقف الكثير من الخدمات للمواطنين كثير من المواطنين تعرضوا وتعرضت مصالحهم الخاصة والعمال للتدمير وتدهورات العملة والاقتصاد الوطني أصبحنا نعيش من غلاء أسعار أصبح المواطن غير قادر على توفير لقمة عيشة اليومية غير قادر على حصول الخدمات من تهرباء مياه صحة هذا من ناحية النحية الثانية والأهم هو أنه يسعى إلى التحويل في فكر ومعتقدات الناس بأفكار دخيلة على هذا المجتمع التي هي الطائفة مبدأ التقديس للحاكم أو للسيد يعتبر انقلاب 21 سبتمبر هي نكبة للمواطن اليمني بشكل عام في المحافظات اليمنية لم نكن نتوقع هذه النكبة التي أدت إلى حروب داخلية وأيضا إلى مؤامرات خارجية هذه سببت أزمات متتالية منها الأزمة الاقتصادية الأزمة السياسية أيضا أدت إلى الشرخ الاجتماعي اليمني نكبة 21 سبتمبر هي لعنة لحقت بتاريخ اليمن وحلت على هذا الوطن العبيب وهي مناهضة أو قام بها السلاليون بعد أن أخمدوا في ثورة 26 سبتمبر وأطيح بعروشهم الملكية المقيتة قاموا بهذه النكبة اللعينة في الواحد والعشرين من سبتمبر فقط لمسخ أو طمس هوية السادس والعشرين من سبتمبر فقط وهذه مخرجاتها الحروب والدمار والنهب والسلب والتشريد والتقويع والقتل والأمراض والسجون الممتلئة والمكتظة بالأبرياء شردنا قوعنا طبعا أكيد مع الانخلاب هذا والمقاعدة التي حصلت أكيد باليمن تأتي لاستهدافات الحوثية المزعومة لإسرائيل ضمن قواعد التخادم المشترك وفي إطار المسموح به في عمليات المناورات المتبادلة لا شأن لليمنيين ولا فائدة للفلسطينيين من عمليات الحوثي الخارجية وحده نيتنياهو ويمينه المتطرف هو المستفيد الوحيد منها تماما كما يهرب الحوثي من أزماته الداخلية إلى العالم الخارجي يهرب نيتنياهو من أزماته المتعددة إلى البلدان المنهكة والمنتهكة سيادتها بفعل الميليشية الإيرانية وما بين هروب الحوثي وهروب نيتنياهو تخادم فاضح لا يخدم اليمن ولا ينتصر لغزة ولا يستعيد الأسرى وحتى تكتمل الصورة وينتهي المشهد على المسرحية الهزيلة يصف نيتنياهو ميليشيات الحوثي وأخواتها بمحور الشر كعادته بينما يرى هو فيهم الخير القادم لنفسه ولحكومته لا مصلحة لليمن في خوض معارك تصدر أوامرها من طهران ولا تعني اليمنيين استعراضات يدفعون ثمنها من دموعهم ودمائهم وسيادتهم غاليا أما المقاومة الفلسطينية فلا تعول كثيرا على ردود إيران ولا تعتمد على مشاغبة أبنائها ذلك أن الخدمات التي تقدمها محدودة التأثير والأثر إذا ما قورنت بحجم فوائدها على نيتنياهو كم يبدو نيتنياهو ممنونا ومدينا للحوثيين وهم ينقذونه عند كل ورطة ويخرجونه من كل مأزق ويمنحونه وقتا إضافيا للمناورة ويهدونه عذرا آخرا لاستمرار الإبادة نفذت ميليشيا إيران الحوثية حملة اختطافات جديدة في محافظة إب طالت الناشطين في ظل انتهاكات يومية تمارسها في مختلف مديريات المحافظة وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي اختطفت أكثر من 35 شخصا من الناشطين والمواطنين في مديرية السدة بتوجيهات من القيادي الحوثي أبو علي الوشلي وعشارت المصادر إلى أن الميليشيا داهمت منازل نشطاء وتربويين ومواطنين في مديرية السدة واختطفتهم إلى سجونها بمركز المديرية واستأنباء عن نقل بعضهم إلى مركز المحافظة وأوضحت المصادر أن عملية الاختطاف تأتي على خلفية الدعوات للاحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة ومنع أي نشاط أو فعالية احتفائية بذكرى الثورة اليمنية الخالدة أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية للصحفي محمد دبوان المياحي بعد مداهمة شقته بصنعاء واقتياده مع أجهزة شخصية تخصه إلى مكان مجهول على خلفية آرائه وكتاباته وطالبت النقابة في بيان بسرعة الإفراج عن الصحفي المياحي وإعادة مقتنياته مجددة رفضها لحملة الاختطافات التي استهدفته وعدد من الناشطين على خلفية آرائهم وكتاباتهم ودعت ميليشيا الحوثي إلى إيقاف نهج التضييق القمعي على حرية الرأي والتعبير وجددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين منذ فترة طويلة في سجون الحوثي وهم وحيد الصوفي ونبيل السداوي وفهد الأرحبي المختطفين لدى ميليشيا الحوثي كما طالبت بإطلاق الصحفي أحمد ماهر وناصح شاكر المختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدا بالإضافة إلى المخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضر موت محمد قائد المقري أكدت مصادر محلية اقتحام عناصر تابعة لميليشيا الحوثي يوم أمس منزل شيخ قبلي ينتمي إلى محافظة عمران واختطفته وذلك بعد يومين من عملية متشابهة طالت عمه وقالت المصادر إن العناصر الحوثية اقتحمت منزل الشيخ فارس حرمل بالعاصمة صنعاء وقامت باختطافه وإداعه أحد السجون جهاز الأمن والمخابرات وذلك بعد يومين على اختطاف عمه علي ثابت حرمل في عملية مشابهة وأوضحت المصادر أن الاختطاف جاء نتيجة مطالبة فارس بالكشف عن مصير عمه المختطف في سجون الميليشيا منذ يومين ودعواته للاحتفال بثورة سبتمبر المجيدة يذكر أنه تم اختطاف حرمل قبل عام في صنعاء لذات السبب وتم تغييبه ومجموعة من المحتفلين بثورة السادس والعشرين من سبتمبر في سجون الميليشيا لما يقارب عشرين يوما دعا خطباء مساجد اليمن إلى ضرورة التمسك بالقيم والمبادئ التي قامت عليها ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة والمحافظة على مكتسباتها التي أسهمت في بناء اليمن الجمهوري بعد عقود من التخلف والظلام وأكد خطباء المساجد أن قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر تشكل أساسا صلبا لمواجهة المشروع الإمامي الحوثي الإيراني والذي يسعى لتغيير عقيدة اليمنيين وتمس هويتهم وتحويل اليمن إلى ولاية إيرانية معزولة عن محيطه العربي وأشار خطباء الجمعة إلى أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مثلت انطلاقة نحو الحرية والعدالة والمساواة وأن الحفاظ على مكتسباتها واجب وطني على عافق الجميع وشدد خطباء المساجد على ضرورة نشر الوعي بين الشباب حول أهمية هذه الثورة ومبادئها واستلهام نضالات ثوار سبتمبر وأكتوبر قال وزير الشباب والرياضة نايف البكري أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 مثلت بداية التحول الجذري لواقع الشباب والرياضة في اليمن مشيرا إلى أن الشباب في مناطق سيطرة الحوثي يعيشون ذات الأوضاع التي كانت قبل الثورة السبتمبرية المباركة وأوضح الوزير البكري في حديث لوكالة سبا بمناسبة العيد الوطني الثاني وستين السادس والعشرين من سبتمبر أن هذه الثورة الخالدة أسهمت في انتقال قطاع الشباب والرياضة إلى العمل المنظم والمؤسسي بعد أن ظل سنوات حكم الإمامة يعيش حالة من التخبط والعشوائية بسبب الاستبداد والتخلف الذي كرسته الإمامة وقال البكري إن نظام الإمامة لم يسمح للشباب بإثبات كفاءتهم بسبب غياب التعليم النظامي وحرمانهم من أي بعثات تعليمية للخارج كونها تتعرض مع سياسات الحكم القائم على التخلف وأكد الوزير البكري أن اهتمام الحكومة بالشباب وتنمية قدراتهم ورفع كفاءاتهم يأتي من منطلق أنهم عماد الحاضر وصنع المستقبل بمناسبة الأعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر واحتفالا بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس الإصلاح تشنت دائرة الطلاب بالتجمع اليمنية للإصلاح بمحافظة البيضاء الدوري الرياضي الأول في كرة القدم لشباب المحافظة المتواجدين في محافظة مارب وخلال التدشين الذي حضره رئيس المكتب للتجمع اليمنية للإصلاح بالمحافظة الدكتور أحمد بن أحمد الشاوش قال رئيس دائرة الطلاب بإصلاح البيضاء عبدالله مهيوب الفقي إن الدورية يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي يريه الإصلاح بهذه الشريحة المهمة منطلقا في ذلك من واجبه في بناء الوطن لافتا إلى أن الدورية يعد فرصة للمشاركين في إبراز المواهب والقدرات المختلفة وصقلها والارتقاء بها من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة للدوري الرياضي الأول لكرة القدم أحمد جمال الحبشي أن الدوري الرياضي الذي يضم 12 فريقا مقسمين على أربعة مجموعات وسوف يستمر لمدة 20 يوما وسيتخلله عدد من الأنشطة التوعوية والثقافية والتربوية الهادفة التي تسهم في بناء وتأهيل الشباب يشكو الأهالي في محافظة المهرة من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة وهو ما أدى إلى مضاعفة معاناتهم وعجزهم عن شراء الاحتياجات الضرورية متابعة ورغم موجة الغلاء التي تضرب أسواق الخضروات والفواكه إلا أن دور السلطات المعنية ظل مغيبا في إيقاف ذلك العبث والتلعب وبات المواطن ضحية لقشع التجار بالنسبة للخضروات هذه الأيام يعني سعارها خيالية يعني تشتريها كانت السلة الطماطق بـ 18-15 الآن قد بـ 35-45 تطلع البطاط بـ 30 البصل بـ 45 يعني صعوبة كثيرة نواقعها بصراحة بسبب الخضروات التجار يعني مزيدين لسعار زيادة وهنا صعب الخضروة هنا بيان مشترين مواجهين صعوبة زيادة ما يقدر حتى يطلع رسماء السلة معاناة نأي يتجرعها المواطنون بشكل يومي وهم يواجهون صعوبة في تامين المتطلبات الأسرية باعتبار الخضروات من الاحتياجات الأساسية وضع يستدعي من مكتب الزراع الخروج عن صمته وفرض الرقابة على المبيعات ووضع حدا لمثل هذه المخالفات المتكررة أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرى بدعم من وقف أويسن القراني تمكن فريق أوكتانت وهو أحد الفرق التخصصية في برنامج رواد اليمن من الوصول إلى المرحلة النهائية في مسابقة تكنوفيست التركية وتعد مسابقة تكنوفيست واحدة من أهم المسابقات العلمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقد بدأت المنافسات بمشاركة 544 فريقا من مختلف الجامعات التركية تأهل منها 34 فريقا إلى المرحلة النهائية ويواصل منتسب برنامج رواد اليمن في فرقهم التخصصية المختلفة تحقيق نجاحات متميزة في مجالات علمية متنوعة حيث يتفوقون على زملائهم في الجامعات التي يدرسون فيها ويثبتون تميزهم الأكاديمي والعلمي في عدد من المجالات النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها الحادي والعشرين من سبتمبر يوم النكبة المشؤوم الذي رهنت فيه ميليشيا الحوثي اليمن بيد إيران خطباء المساجد يؤكدون على ضرورة التمسك بقيم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والمحافظة على مكسباتها الوطنية في ختام النشرة لكم مني أطيب المنا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة